السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في أحداث جديدة وتوقعات للحلقة رقم 27 من مسلسل العربجي الجزء الثاني ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة بعد صدمة عبد العربجي وهو واقف مع جويش لما بدور بتقوله أن لطفي مش موجود وألبنا عليه الدنيا ومش لقيينه عبد العربجي بيطلب من جويش أنه هو يقلب الدنيا هو والزلم بتوعه ولازم لطفي يرجع وبيلحق له معلم أنا جاي معاك بدور وقفة مكانها وبتبص على الغراني وهو ماشي مع عبد العربجي عبد العربجي بيوصل عند حسنية اللي بيقولها لطفي فين حسنية منهارة جدا وبتقول له معرفش كان هنا أنا يا دوب خركت رجعت ملقتهوش نادا بعد مفائت مش عارفة هي موجودة فين لكن بتلاقي هاريسي داخل عليها اللي بيقول لها ما لقيت أنت ما تلاقيش أنت موجودة هنا في الحفظ والصن نادا بتقول له أنا عارفاك كويس وبتقوم من مكانها وهي خايفة جدا وبترجع الورا لكن هاريسي بيقول لها أيوة كلامك مصبوط أنا اللي فت على بيت الخانم وخدت كمان العباية والعكاس بتاعها نادا بتقسم له هاريسي أن هي ما قالتش لأي حد عنه لكن بيقول لها ونوري أنت ناسية أن أنت تكلمت معاه وقلت له أن أنا شفت الزلم اللي موجود معاك نادا بتقول له أن نوري أفندي ودورية خانم طردوها من البيت يعني كلامها كله ما بقاش له أي لازمة هاريسي بيطلع الخنجر بتاعه وبيقعد قدام نادا اللي بيقول لها عارف إيه اللي حصل كله علشان كده أنت ماشي هتلحق تقولي لأي حد تاني نادا بتترجى هاريسي اللي بتقوله أنت ناوي تعمل إيه بيقول لها هتعرفي كل حاجة دلوقتي دورية خانم قاعدة مع حسن الناشواتي اللي بتتكلم معاه وبتقوله هتعمل إيه دلوقتي بيقولها الشرشورتك وبتقوله زي ما تكلمت معاك أن العرس لازم يكون في أسرع وقت قبل الواري أو المتصرف ما يرجعوا في كلامهم إحنا ما صدقنا جبنا لك العفو جبنا العفو بتاعنا بعد كده بتنادي على أم محمود لأنها مستغربة أن جبر مختفي بعد ما بتنادي عليه أكثر من مرة وجبر ما بيظهرش أبدا وبتنادي على أم محمود اللي بتقولها شوفي أن الجحش بتاعنا موجود فين أم محمود بتقول لها الجبر ما ظهرش النهاردة وما شفتوش من أول الصبح لكن درية خانهم بتحس إن الأمر في حاجة غريبة وبتقول لحسن غريبة جبر عمره مع عملها ده لازق هنا قدام البيت زي الكلب أول مرة يتأخر كده عن معاهده ومعرفش هو موجود فيهم حسن النشوات بيقولها خليني أبو الصلك عليه قدام الضار أو أبعد حد يشوفه في بيته جويش بيجي لعبد العرباجي اللي بيقوله إن هو نشر الرجال كلهم عشان يدوروا على لطفي بس هو مش موجود في أي بيت من اللي حوالينا ده عبد العرباجي متعصب جدا وبيقوله يعني إيه الكلام ده إنت عارف يعني إيه الكلام ده يعني كده الظل وصل لإبني معنى كده إن لطفي كمان هيموت لكن جويش وبدور بيحاولوا إن هم يهدوا عبد العرباجي اللي بيقوله له أكيد هيظهر أنت بس تطمن وإحنا بندور عليه جركس لسه مرجعش وعبده بيسأل نورية وبيسأل بدور فين جركس لا لسه مجايش هو والرجالة اللي بتقوله لسه مظهرش لحد دلوقتي أكيد بيدور على لطفي نوري بيدخل بيت هريسي وفي ندى اللي بتقوله نوري أفندي أرجوك الحقني اللي بيقولها ألحقك وانت إدتيني فرصة أنت كنت جاية تسميني تلوقتي أنت كنت بقيت في الملعب بتاعي أنا صاحب القرار فيك أنا وهريسي ماعتقدش كمال إن أنا ممكن أسيبك لأن أنت لسانك طويل ولازم يتقص الأول لأن اللسان ده مش يبطل إنه هو يتكلم مهما عملت معاه عرفت بقى أنا ليه خليت درية خانم طردتك من البيت كم من الأول ترضب اللي بقسوم لك وتسكني وتكفي على الخبر مجور لكن أنت انسحبت من لسانك وقعدت تهدديني أريسي بيقوله خلاص الشغلة بقت عندك تقدر أنت تخرج دلوقتي وتسيبها لي أنا هتصرف في راحتي جركز بيرجع وبيقول المعلم عبده أن لطفي مش موجود في أي مكان وبيكون موجود كمان معاه الغراني وعبده سير جدا وبيقولهم يعني إيه اختفى من وسطكم يعني إيه لطفي مش موجود بدور بتحاول تهدي عبده العرباجي اللي بيقول لها عارفة يعني إيه ده ابني أنا جبته من عند الشيخ كرم علشان ما يحصلوش أزا يتأذي هو موجود معايا معنى كده أن الأزا ممكن يطول أي حد فينا وأنا مش قادر أحميه يبقى أنا كده أمانت الناس اللي موجودة في رقابتي أنا بخونها وبعد كده عبده بيطلع هو والرجالة بتاعته وبيركب الحصان وبيبدأ يجري بره الضيع علشان يشوف لطفي موجود ولا لا الطرد بيوصل أبو حمزة النشواتي وبيكون جوه الطرد لطفي ابن عبد العرباجي اللي بينادي على أبو زكلي وبيقول له تعال هنا هكلفك بمهمة تانية شايف ده أنا مش عايزه يشوف الشمس ولا عايز مخلوق يعرف أنه هو موجود هنا أبو زكلي مش عارف أن ده مين يقول له ده مين يا كبير يقول له بعدين هتعرف المهم ده شغلك الشاغل ما يتحركش من هنا الجوش بيتكلم مع عبد العرباجي بيقول له الحل إيه عبد العرباجي بيقول له إحنا كده في كارثة كده ممكن أي حد فينا يختفي في خلال ثانية واحدة والخطر كله كمان على الحريم لكن الغراني مش هادي أنه هو لازم يقتل بديعة دلوقتي علشان يبقى السر بتاعه مات معاها اللي بيستنى لما بدوت تطلع وموجودة مع عبد العرباجي ومشغولة معاه وقعدت كمان مع عبد العرباجي جوه البيت هي وجركس وزمرد وحسنية حسنية منهارة وبدور بتحاول أن هي تهديها وزمرد وعبد العرباجي بيقسم له أنه بيقول له إن أخوك هيرجع ولو حصل له أي سوء أنا مش هكفيني أنا أحرق الكل أي حد ممكن يقول لي يد في موضوع لطفي أنا مش هسيبه حتى لو كان أبو حمزة ودرية نفسهم الغراني بيتظاهر أنه ما بيعرفش أي حاجة وبيقول له معلم تفتكر هو راح فين لكن عبد العرباجي بيبص للغراني وما بيردش عليه أبدا لأنه في حالة مزاجية صعبة جدا نوري بيطلع من عندها رئيس اللي بيقول له دي خلاص بقت ملكك أنا بقول لك نجس بيها زي ما أنت عايز المهم أن هي ما تطلعش ما تطلع لهاش صوت ولا تظهر في أي مكان في الحارة تاني ورويس بيقول له اعتبر حصل يا كبير واعتبر قصتها خلاص خلصت على كده بديعة موجودة في البيت وبتحاول تبص من الباب علشان تشوف يا ترى الغراني ده هو اللي تعرفه ولا أي شخص تاني بتحاول تستنى كل اللي بيبعده علشان تعرف مين الغراني وبتشوف كل الأشخاص اللي هو بتشوف بدور وبتعدي وبتشوف زمرد وحسنية لكن خايفة تطلع من البيت للغراني يكون موجود برا ويبقى مصبتها كبيرة وهنا الغراني بيطلع عند المعلم عبده اللي بيقوله عايزك تجمع للرجال اللي موجودين حوالينا وتكفل للضايعة كلها لطفي لازم يباتي النهار ده بيته لطفي مش هينفع يباتي النهار ده بره الضايعة لطفي لو باتي النهار ده بره الضايعة يبقى معنى كده انه لطفي خلاص الله يرحمه وايضا ونحفر له القبر بتاعه فسنية بتتعب جدا وبتقول له أبوي انت بتقول ايه وبيجي لها ما غصي الإجهاض وبتقول وبتقوم بطور اللي بتقول لها الله يخليك حفظه على بطنك أنا قلتلك انت بالذات ما ينفعش تعيش في الضغط اللي انت عايش فيه ده ريحي حالك وخلينا نشوف الأمور هترسي على ايه دي كانت بعض توقعات الحلقة رقم 27 واللي هتلاقوها موجودة ان شاء الله على القناة فيما بعد بإذن الله كل التوفيق وتمنياتنا لكم وإلى لقاء في حلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته